انا مش هزود حاجة على الهل والسستار لكن اذا كان الفنان الكبير احمد تعرض الى حالة ابتزاز ولقى نفسه قدام عصفة من الهجوم البزيء القذر المتدني من كتائب الكترونية تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وتنتمي الى ارامل ثورة يناير بصراحة كده فاهتز لبعض الوقت انا بقول له يا استاذ احمد يا فنان الكبير احنا وقفين وراك لتأييدك وندعم قناعتك باللي انت بتقدمه ليه بقى لان هي دي المعركة الحقيقية هو بيستهدف القوى النعمة في مصر بيستهدف المثقفين بيستهدف الصحفيين بيستهدف المفكرين بيستهدف الفنانين عشان يشعرهم ان على رأسهم بطحة فتبدأ تدافع ادافع عن ايه يعني ادافع عن ايه انا انا مقتنع بمشروع 30 يونيو ادافع لحضرتك عن ايه ارد على حضرتك وبررلك ليه مدغور في ده يعني الاخ اللي بيدخل يشتم ده وبيستخدمه اسوأ الالفاظ انا اشغل اشغل نفسي واشغل وقتي في الرد عليه ما هي اما انا مقتنع بالمشروع كله على بعضه يا اما مش مقتنع كان الامام علي رضي الله عنه بيقول ايه بيقول عندما تقف عن الحياد عندما تقف عن الحياد فمعنى ذلك انك لا تخزل الحق بل تنصر الباطل يعني لما تبقى محايد واقف كده في النص في المنطقة الرمضية مش معنى كده بس انك خزلت الحق لا ده انت نصرت الباطل كمان فهي دي اللعبة الاساسية اللي بيلعبها ضدنا خصوم واعداء هذا الوضع هتقول الفنان للشعب كله ما انت فيه جزء في الشعب عايز يهده على دماغنا هذا وقت لا يجب فيه التملق على الاطلاق وهذا وقت لا يجب فيه ان يتوتر او يقلق احد او يردخ احد ليه الابتزاز خاصة اذا كان قادم من افراد وناس انت تعرف راجع كده يا احمد الناس اللي كاتبينه واللي شتموك ما تراجع وتشوف احنا مقتنعين بقيمتك وبدورك وفنك وفروسيتك وبقدرتك على انك يعني تتصدى لما قالوه انا مش هقولك زي الاسطار اكتب حاجة تاني بس لازم تبقى على قناعة انه كل الناس اللي حبه البلد دي واللي عايشه في البلد دي وعايزه البلد دي تستمر ومش عايزه البلد دي تكسر بيقولولك لا كمل وما تخضعش ويا سيدي اذا كانت الشتيمة اللي كانت في حقك دي الامتك او وجعتك او سببتلك حرق يا سيدي حقك على دماغنا احنا حقك على دماغنا احنا بس احنا فعلا محتاجين ابطال في معركة مش اقل من المعركة اللي بيخدها سكر الجيش في سيناء وفي الحدود مع ليبيا وفي الحدود مع السودان مش اقل المعركة والله العظيم ما هي اقل زي ما هم بيحاربوا هنا الناس بتوع الثقافة وبتوع الفن وبتوع الصحافة بيحاربوا لازم تسند البلد باللي انت تقدر تعمله فارجوك ارجوك لا تخضع لهذا الابتزاز واحنا كلنا معاك والناس بتحبك ومنتظر ان شاء الله يبقى دور كويس جد